يعني 8 شهور بعد يومين بالضبط 7 مايو هيكون عدة 8 شهور على احتلال او العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 8 شهور من العدوان المتواصل 8 شهور من المفاوضات 8 شهور من ادخال المساعدات وانقاذ محاولات انقاذ اهلين في قطاع غزة الامر بيتسع رقعة الصراع بتتسع اصبحنا نجد مظاهرات في الجامعات الامريكية يعني المشهد العام السياسي والانساني ما زال في اضطراب وما زال في تغير كل يوم الجديد ان في قصف مدفع متواصل النهاردة كان متوجه او تحديدا استهدف حي الشجعية شرق غزة وكان فيه انباء عن سقوط ضباط من جيش الاحتلال الاسرائيلي مازلنا نتكلم كل يوم على مدار 8 شهور اللي فاتوا عن متى ستقف الحرب في غزة مفاوضات هنه تمت قبل كده وانتهت وتم استئناف العدوان مرة اخرى الاخبار والاحصائيات الشهداء والمصابين بتزيد كل يوم المجتمع الدولي مازال بيصرخ لمن لديه ضمير ان تقف هذه الحرب شمال غزة اصبح في مجاعة تامة وده طبعا باعلان الجهات الدولية المعنية دمرت طائرات الاحتلال الكتير من التجمعات السكنية والمستشفيات والقطاع الطبي يعني الامر ليس بجديد ولكن كل ما هو مستجد فيه هو امر يدعو الى الالم والحزن والاسحة